كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً مع المجتمع المدني المسلم في ما يخص الأخطاء الفردية و خصوصاً في مسائل الشهوات و الغرائز و السلوكيات هناك أمثلة كثيرة لو اخترت لنا موقفاً تستحضره الآن القصص في هذا كثيرة من الهدي النبوي الشريف و لكن لعلي أذكر في هذا قصة ربما سبقاً ذكرناها في إحدى الحلقات الماضيات و هي لشاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا النبي لأول وهلها لم يسجره و لم يقل له هذا منكر و كبير و كف عن هذا و انتهى الأمر بل أخذه في البداية بالتي هي أحسن حتى أقنع الشاب بحكمته عليه الصلاة و السلام لماذا؟ لأن الشاب يعلم الحكم الشرعي لكنه يطلب الاستثناء هذا الشاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال ما قال فأقبل عليه بعض الصحابة فزجروا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب أن يدنو منه فدنى من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال له عليه الصلاة و السلام أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله قال النبي له صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ثم قال له أفتحبه لابنتك؟ فقال لا والله يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لبناتهم ثم قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم ثم قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لعماتهم أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الشاب ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه وجاء في نفس الحديث أن هذا الشاب لم يكن بعد هذا البيان النبوي يلتفت إلى شيء مما كان يراود خاطرة